طب بالمناسبة فضل بالمناسبة دم انت جيبت السريطة مع كل مش اقول اخفاق تعصر للنادي الاهلي يطرح اسم محمد فضل دائما اي تعصر محمد فضل جاي للنادي الاهلي محمد فضل هيشتغل مدير كورة في النادي الاهلي محمد فضل هيشتغل سبورس داريكتور في النادي الاهلي محمد فضل هيشتغل مدير تعقدات في النادي الاهلي مهم اسمك يطرح خاصة في وجود الكابتن حسام غيلي فهي تقال دايما ان الكابتن حسام غالي هو اللي عايز الكابتن محمد فضل موجود في النادي الاهلي انا هنا مش بقول لك حاجة انت اول مرة تسمعها انت اكيب تسمعها دايما على طول على طول والعكس ايه بقى العكس والعكس اما يكون موجود في طولات افريقيا حسام هيبقى موجود في البطولة اما يبقى انا موجود في الـ Normalization Committee في اتحاد الكورة اللجنة اللي كانت للخومة السياح حسام هيبقى موجود وبعد كده إما أروح أي حاجة حسام هيبقى موجود آه يعني فضل إما يجيب حسام غالي حسام غالي يجيب فضل من أخب البلد خلينا بقى نقف هنا عند النادي الأهل إحنا يمكن أنا بطلت 2017 وحسام بطل بعدها على طول 2018 تقريبا أو آخر 2017 يعني تقريبا مع بعض تقريبا طيب هل إحنا روحنا في أي محطة غير أول ما بطلنا أنا اشتغلت حوالي خمس شهور وبعد كده تم تعييني رئيس لجنة التعاقدات في نادي الأهل وحسام قبلية بحوالي شهر وكابتل الخطيبة هو اللي اختار وكنا كوادر على فكرة وما دخلنا دخلت أنا وحسام وخالب بيبو وأمير التوفيق مع احترامي القامة طبعا هل في أي محطة حصل؟ لا لكن إنت بتتكلم في شرف دايما ولادي النادي الأهل ما فيش حد يقدر يقول لغير الكامل نبقى لك أي حد يقول لك شرف وطبعا حبقى مبسوط جدا الناف نادي اللي أنا بحبه بس هي نقطة أنا بلعبها عاطفي وبحاول أكسب الجمهور رد الجمهور ولا بحاول أتكلم بصراحة أتكلم بصراحة طيب وأنت هتجي تطلع هتلاقي فيه لعيبة بتطلع وأنا ببقى مشفك عليهم جدا نطلع يقول لك أنا يعني أنا فيه لعيب لسه حد بيقول له غني أما غني أغنية لا علاقة بالنادي عشان يكسب بجمهور النادي حتى لهو بيحب النادي مش قضي فيه فرق بين تلعب عاطفي فيه فرق بين السزاكة أنا مش هعمل كده ولا حد هيعمل كده إحنا بنحب النادي جدا بس إحنا بنغضب النادي من بره اليوم اللي يجي فيه زي ما قلت لك حدث الكرة سريع جدا بتعرفش بكرة فيه إيه لو بصيت على محطاتك يا كريم إنت كناحية شخصية هل إنت كتفاكر أن إنت هتبقى مقدم وهتبقى محل اشتغل وتعب وفي حاجات بتجي لك قدرية ما تعرفش بتيجي منين وإزاي فالموضوع مش النادي الموضوع هو أن إنت تحاول تكتهد تشتغل عن نفسك والمكان اللي إنت بكون فيه مؤثر يعني إنت منذ خروك من النادي الأهلي كمدير للتعاقدات وقتها هل الأهلي فكر في أي لحظة أو طرح عليك أنك ترجع مرة أخرى مرة 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 إمتى بعد بطولة أفريق بعد بطولة أفريق وفي نفس المنصب أو منصب آخر لا لا منصب آخر تماما منصب آخر تماما مدير كورة؟ لا لا ما كانتش مدير كورة؟ لا 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 طب ليه دائما مدير كورة؟ وقال مدير كورة دي بالنسبة لك من تموحاتك كمنصب أنا دلوقتي خلاص إحنا متفاهمين أن إنت تعمل في النادي الأهلي ويبلك الشرف وطبعا زي ما إنت قلت أنك تبقى موجود في النادي أعي بس كمدير كورة تحب تبقى موجود مدير كورة في المستقبل؟ بصت موجود في أي مكان تقدر تفيده بجد تبقى موجود في أي مكان تقدر تفيد وزيزين ما أنك كنت لعب لو أنت وأنت بتقدمني أنت قلت لعب ف Kraft يا دية كتير جدا طبّ ما هو أنا بحب النادي طب ما لعبت مع الاسماءêmes لا أنا جبت جوات في الاهلي صغير وعلى فكرة ما لعبت في المصري جبت جوات في الاسماعيلي ل Houm وما لعبت مع الاهلي جبت جوان في الإسماعيلي وما لعبت مع التحج جبت في المصري لأني صغير كل الان ديلا